السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات متتبع وصفات رشيدة العمري محبب بكم في القناة اليوم ان شاء الله غد نعمل واحد طرطة كتجي سهلة في التحضير وكتجي رائعة نعملها بالكريمة اه نتمنى تشوفوا الفيديو الاخير باش عارفوا المكونات والطريقة اه ما تنسوش الدعم واللايك وما تنسوش البرتج مع الاصدقاء ديلكم معارف ديلكم باش تعمل الفائدة القوام ديال الكيك ديالنا او اللا ديال الطرطة ديالنا كتجي على تشكل هادا كتجي بسيطة ولكن مدق ديالك يجي رائع وان شاء الله تجربوها هانتم كما كتشوفو كتجي ايها وكايا يمكن لكم يعني تزينوها باش ما بغيتو على حسب اللي موجود على حسب اللي عندكم اه شكرا على المتابعة ديالكم شكرا على دعمكم ومرحبا بكم على بركاته الله نبدأ معكم الطريقة والمقادر ديال هاد طرطة يعني البسيطة وكتجي المدق ديالها رائع اه في المكونات كانحتاجوا أيها رائع ايها رائع ايها رائع ايها رائع البيض كانحتاجوا 5ل��وام العلquer ايها رائع البيض كانحتاجوا 10هاد بيض وصفار ايها رائعhr و関ة لا قمنا برشوفadaeny عمي يتملكم 3300قرام ديال السكر اه ممتلكم 300غ ديال Lyuk جوج اكيد ديال전에 بانيلا هادوهما المقادر ومكونات نضيف السكر بالتدريج نضيف السكر 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 نضيف الدقيقة بالتدريج ونكمل معكم حتى الآخر وتشوفوا الجنوازة سبارك الله عالية لأنها مخدومة مزيان وبهذا الطريقة ونشاء الله نضيف نضيف القوام واقف وطالعة الكريمة ونضيف هذا الدقيق ونضيف بالتدريج حتى ننسى ولكن هنا لا تخلطوا بالخلط الكهربائي يعني تخلطوها بشي مع العاقة أو بأي حاجة بغيتوها صافي ومن بعد تكملوا 300 جرام ديال الدقيق صافي وتأخذوا المول ديال ديال سميتو ديال الكيك ودخلوها كيكون مدهون دخلوها وحتى تتحمروا الطيب نوريكم ما فين طيبناها يعني طيبناها في الفرن الغازي يعني بهذا عفوال من بعد هنا أخذت المول ديال ديال الكيك يعني عملتو بكاغت ديال الفرن ومن بعد دهنتو من جنب صافي وها الفرن فاش طيبتو يعني في فرن ديال الغاز يكون صغور الصراحة طلع الكيكة غزالة وزوينة يعني صراحة كيطيبو فيه بالزفد الحويج الخوبز اي حاجة الصراحة كيطيب مزيان ها هي الجنوازة ديالنا غادي ندخلها للفرن ومن بعد تحمرات من الفوق غادي نهبطها لتحت انتو ما يعني هنا سخونة صافيو نتدعليها وهي هنا تحمرات كتحصلوا على علاية شكل هادا من بعد نتقلبها لكم وتشوفوا كيفاش الارتفاع ديالها كتجي رائعة انتو ما ارتفاع ديالها ما شاء الله يعني عالي بزاف لان فيها عشرات البيضات وكتجي اسفنجية من بعد غادي نخليها تبرد غادي تقسموها على حسب اللي بغيتو يعني ثلاثة ديال الاجزاء انا عملتها نقطعتها على زوج ومن بعد كتاخدوا اي كريمة عندكم ومن شاء الله ونكمل معاكم ها ها هنتو ما كما كتشوفوا يعني الجنواز كتجي محمرة وغزالة هنا هي الجنواز هاي مقصومة من بعد كملنا كملتها في تقطاع ها هنتو على زوج الاجزاء ويمكن لكم بعملوحة ثلاثة كتاخدوا اي عاصير بغيتو او لا اي شربات او لا اي سيرو من بعد كتاخدوا الكريمة انا اخذت هاد الكريمة هادي وعملتها يعني في واحد الايناء وغنضيف لها السكر من بعد غادي نطربها نطلعها كتتحصدوا عليها يعني كتكون طالعة ويمكن لكم تضيفوا فيها اضافات اللي بغيتو اي حاجة كتعجبكم لكم الاختيار انتوما على دوقكم ولا حسب اللي عندكم صافي هانتوما هي الكريمة هنا عندي واقفة يعني كتطربوها جيدا ومن بعد صافي غادي ناخد هاد الكالجينوازات غادي ندهنهم بعد كسيرو كيما كتشوفو او لا اي حاجة بغيتوها لكم اخسيرة عندي عاصر ديال البرتوقال وعضفت لي شوية السكر وخليتو كي يغلي واحد شوية من بعد خليتو يبرد وكان نضيف عليه هذا يعني كان نضيف عليه السكر على حسب الدوق ديالكم ومن بعد كان نسقي بها الجينواز وكتعملوا الكريمة على حسب شحال ما بغيتو طيب كتدهنوا الجينواز تكون يعني يعني مدهونة كاملة وكتضيفوا الطرف الثاني هانتوما ما كتشوفو هنضيف الطرف الثاني ديالجينواز وغادي نسقيها بنفس الطريقة غا نسقيها ونعمرها تايي بالكريمة حتى الاخير ومن بعد كتزينوها على حسب اللي عندكم وعلى حسب اللي بغيتو وان شاء الله يعني تجربوها ولان صراحة كجي زوينة واللي نصحكم يعني تسقيوها مزيان باش كتجي الجينواز فازقة ومني كتاكلوها ومني كتبرد تاكلوها كتجيكم مغسالة وكتجي يعني فازقة سافيا انتم كما كتشوفو غادي تدهنوها تدهنوا الوجه وتقدو من بعد نوريكم اضافات اللي اضافت خديت البيسكوين هو اللي خديته خدمت به هرمشتو يعني قطعتو قطعتو قطاع صغيرة من بعد هو اللي عملتو خلطتو مع بعض ديتو وعملتو في جنب ديال الجينواز يمكن لكم تضيفو الكوكا ويمكن لكم تضيفو اللوز لكم الاختيار تضيفو اللي بغيتو ذاك شي كيبقى ادواق لحسب اللي عندكم هنا قطعت هاد السيقار وقد نضيف عليه هاد هاد الشوكولاتة هاد لكي يكون يعني مقارمش ومن بعد نخلطهم ونعملوها في جنب ديال الجينواز وان شاء الله يعني تجربوها هانتو هنها هنية يعطيها واحد طعم رائع لهاد الجينواز هادي وهاد للطورطة مهم كتكملو في حال هاكوا وتاخدو جيب حلواني وتزينو هاد الكيكا هادي ديالكو او الطرطة اخذوا الفواكه المعسلة او الشوكولات او اللوز انا اخذت الكريمة وعملتها في جيب حلواني وريدات ومبعد نزوقها اسميتوا الفواكه المعسلة وإنتم انكم فيا الحمار واخدر هل هذه الحب الملوك هذا ما الذي نعبدون سوف تعملوا الاردات والأشكال وتزوقوها وفي الاخير نحصد علاجه وزوينه سهلة و بسيطة ولكن هي رائعة هذا الحب الملوك الاخدر ومن الاخمر يمكن لكم تعملوا جوج الالوان سوف تزينوها و في الاخر تحصلوا عليها تجي رائعة و من بعد نأخذ السيجار نعملوه في الوسط و ان شاء الله تأكلوه بصحة و الراحة وتقدموها لوليداتكم و اعز الناس عندكم صالحة تجي عالية و زوينة و بصحتكم و رحتكم و ان شاء الله نتمنى تبرتجوا الفيديو مع المعارف و مع الأصدقاء ديالكم لكي تعملوا فائدة و لما تجد القناة انتمنى يربيت تجلو فيها و باش تعمل فائدة و تفرحوني و ان شاء الله نتمنى يعجبكم هاد الفيديو البسيط و هاد طرطة اللي عملت البسيطة شكرا على المتابعة ديالكم شكرا على دعمكم و شكرا على تعليقاتكم سمحوا لي لا طولت عليكم هاكو باش نشرح ليكم مزيان كانت معاكم وصفات رشيد العماري شكرا على المتاهدة و المتابعة و الى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهلة و مبسطة ستاة شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة شكرا على المواد في الآن هاتف شكرا على المتابعة